موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامجكم محادث صحفة نبدأها من صحيفة الديل التليغراف التي نشرت مقالا لروث شيرلوك وراف سانتشيز بعنوان الولايات المتحدة تتهم نظام الأسد بمساعدة تنظيم الدولة الإسلامية وتتهم واشنطن نظام الأسد بلعب لعبة مزدوجة وجاء الاتهام الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بعد أن تعرض مسلح المعارضة شمالية حلب لهجوم من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وسلاح الجو السوري في نفس الوقت مما حدا بالمعارضة إلى اتهام النظام بأنه يؤمن غطاء جوي للعمليات العسكرية لتنظيم الدولة ويرى التقرير أن الطيران السوري يركز على قصف تنظيمات المعارضة الضعيفة دون مواقع تنظيم الدولة صحيفة الحياة نشرت مقالا لرندا تقييدين بعنوان سياسة أوباما المبهمة في سوريا والعراق وتتساءل الكاتبة هل يعرف أحد ماذا يريد الرئيس أوباما من نظام بشار الأسد في سوريا سؤال يطرح لشدة غموض سياسة وموقف أوباما مما يحدث في سوريا ينقل موقع ذا ديلي بيست الأمريكي عن أحد الثوار مصطفى سيجري الذي يشارك في برنامج التدريب الأمريكي للثوار المعارضين السوريين أنه مع ألف من أعضاء فريقه من المقاتلين على وشك الانسحاب من برنامج التدريب بعد أن اشترطت الإدارة الأمريكية عليهم أن السلاح الذي تقدمه لهم لا يمكن استخدامه ضد جيش بشار الأسد أو أي من حلفائه على الأرض في سوريا بما فيهم حزب الله وإن المقاتلين وعليهم أن يكتفوا بقتال داعش قريب هذا الشرط من إدارة أمريكية تدعي أنها تريد انتقالا سياسيا في سوريا من دون الأسد فكيف يقاتل الثوار السوريون داعش الذي يشتاح تدمر ويتقدم في حلب من دون محاربة نظام الأسد الذي ساهم بشكل كبير في فتح سجونه والإفراج عن عناصر داعش العراقيين لا شك أنه لا ينبغي باستمرار إلقاء اللوم على الإدارة الأمريكية والغرب فيما يتعلق بفشل الحكومة العراقية أو المعارضة السورية في التصدي لتقدم داعش أو التخلص من النظام السوري الاستبدادي ولكن ترك حلفاء النظام روسيا وإيران وحزب الله يضاعفون مساعداتهم ودعمهم لنظام يتراجع وضعه هو نتيجة سياسية لأمريكا في سوريا والعراق وتسامح كبير أو بالأحرى جذب للحليف الإيراني التاريخي للولايات المتحدة فإدارة رئيس بوش فشلت في دخولها العراق عندما قلبت نظام صدام حسين وأوباما فشل في إخراج قواته فسلم أوباما العراق إلى إيران أما بالنسبة إلى سوريا فأوباما يتحمل مسؤولية عدم وقف الصراع في مهده وضرب النظام في عام 2011 بدل الاعتقاد أنه حل الأمور في سوريا عبر صفقة حول السلاح الكيميائي السوري مع حليفه الروسي السابق فلاديمير بوتين الذي سرعان ما تحول إلى خصم بسبب أوكرانيا وقع تحت عقوبات أمريكية ودولية وإذا اهتمت إدارة أوباما بالدفع إلى مسار انتقالي من دون بشار الأسد بقدر ما تهتم بالتواصل إلى اتفاق نووي مع إيران بإمكانها أن تضافر الجهود مع حلفاء ملتزمين بذلك مثل فرنسا أما إذا اكتفت بالتصريحات ولم تعمل على دعم فعلي للمعارضة السورية لمقاومة داعش ونظام سوري فستذهب سوريا إلى مصير مجهول يهدد المنطقة بأسرها مع توسع للنفوذ الإيراني وتفاقم صراع المذهبي السني الشيعي أينما كان وهو يشكل أرضا خصبة لنمو ظاهرة داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية التي تدعي تدين في حين أن مبدأها الوحيد هو الإشرام صحيفة الشرق الأوسط نشرت مقالة طارق الحميد بعنوان الأسد يدعم داعش العنوان أعلىه واتهاما وجهته الولايات المتحدة الأمريكية عبر موقع سفارتها الرسمي في دمشق والمغلقة بالطبع عمليا على الأرض تقول فيه أن قوات نظام المجرم بشار الأسد تقوم بتنفيذ غارات جوية لمساعدة تنظيم داعش على التقدم حول مدينة حلب وتقول السفارة الأمريكية إن التقارير تشير إلى أن نظام يشن غارات جوية دعم لتقدم تنظيم داعش إلى حلب ويساعد المتطرفين ضد السكان السوريين وتأتي هذه التصريحات الأمريكية المتهمة للأسد بدعم داعش في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس حسن روحاني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا ستقف حتى النهاية إلى جانب الحكومة السورية والشعبها وفي الوقت الذي يشك فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من نقص الدعم الدولي لبلاده بمواجهة داعش وقوله إن تدفق المقاتلين الأجانب لبلاده لم يتوقف ومتهما بعض دول الجوار بتساهل حيال ذلك وفوق هذا وذاك يأتي الاتهام الأمريكي لنظام الأسد بدعم داعش متزامنا مع تصريحات مهمة لوزير خارجية فرنسا فحوها أن الحل بالعراق ضد داعش يجب أن يبدأ عبر الحل السياسي في سوريا والاستغراب من اتهام الأمريكيين للأسد بدعم داعش التي تخدم الأسد بمناطق عدة ولذلك فإن الحل الأمثل لتعامل مع داعش وخطرها ليس في توجيه ضربة عسكرية فقط بل ضرورة الشروع بالعمل السياسي والعسكري المتكامل في سوريا والعراق المفروض أن يصار إلى ضغط دولي على حكومة العبادي لإتمام مصالحة سياسية داخلية وعدم إقصاء أي مكون عراقي وضرورة تسليح العشائر السونية لتتمكن من التصدي لداعش وفي الوقت الذي يجب أن يصار فيه إلى الشروع سياسيا وعسكريا بسوريا لدعم المعارضة وإسقاط الأسد أو تسريع نقل السلطة في سوريا دون ذلك فإن كل ما يتم ويقال عن محاربة داعش ما هو إلا إجراءات صورية ستكون لها عواقب وخيمة على كل منطقة فداعش والأسد واحد وإقصاء الحكومة العراقية لسونة العراق لا يقل أبدا عن طائفية النظام الإيراني المؤجج للفتنة بالمنطقة من سوريا إلى لبنان ومن العراق إلى اليمن جريدة عنب بلدي نشرت مقالا تحت عنوان هيئة حكومية تعترف ثلث السوريين خارج المنازل التي يمتلكون حيث قالت الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان التابعة لحكومة الأسد إن عدد سكان سوريا بلغ حتى نهاية عام 2014 نحو تسعة عشر فاصل ثمانية مليون نسمة مشيرة إلى أن ثلث السكان قاموا بحركة نزوح داخلي خلال الأحداث التي تشهدها البلاد ونقلت صحيفة الوطن الموالية لنظام الدراسة التي أعدتها الهيئة منوهة إلى أن ربع السكان والمقدر عددهم بخمسة ملايين نسمة يقيمون في أماكن غير الاعطيادية لهم وأوضحت الدراسة أن معدل النمو السكاني على المستوى الكلي يرتفع في ظل الأزمة ضمن المقاييس العالمية وبلغ اثنين فاصل ثلاثة بالمئة وبلغ معدل الهجرة العام حتى الفين وأربعة عشر نحو ثلاثة ملايين شخص وأشارت الهيئة إلى أن أربع محافظات كانت جاذبة لحركة النزوح وهي دماشق طرطوس اللذيقية السويدة موضحة أن ما بين ستين إلى سبعين بالمئة من نسبة البطالة بين الشباب بينما ترتفع أكثر من ذلك عند النساء ونزح نحو خمسة ملايين سوري بحسب إحصائيات غير رسمية خارج البلاد نحو بلدان اللجوء جراء المعارك والقصف الذي يطال المناطق السكانية في مختلف أنحاء البلاد وتعد تركيا ولبنان والأردن أبرز الدول التي استقبلت اللاجئين سوريين فيما هاجر الآلاف إلى أوروبا بطرق غير شرعية هربا من الواقع الذي يزداد سوءا في سوريا بينما تشير دراسات عدتها منظمة حقوقية ومدانية إلى أن النزوح الداخلي طال نحو خمسة ملايين آخرين وتوزعوا في المدن الهادئة نسبيا والتي تخضع لسيطرة النظام الأسد معظمهم من المناطق التي شهدت دمارا كبيرا كحمص وحلب ودير الزور وغيرها يشار إلى أن عدد سكان سوريا بلغ في 2010 حوالي 23.5 مليون نسمة بحسب إحصائيات رسمية أجرتها الحكومة أنذاك أي أن عدد السوريين انخفض نحو أربعة ملايين نسمة خلال أربعة أعوام موقع تركيا بوست نشر مقالا لهيثم كحيلي بعنوان هكذا ستكون نتائج الانتخابات التركية ويتحدث فيه الكاتب عن آخر استطلاع أجرته شركة ORC وقبل الحديث عن التوقعات النهائية للشركة أريد أن أقدم أسباب ثيقتي في توقعات هذه الشركة بالذات وهي كالتالي في سنة 2011 توقعت الشركة أن يفوز حزب العدالة والتنمية بنسبة 49.5% في الانتخابات التشريعية ففاز الحزب بنسبة 49.9% في سنة 2011 توقعت الشركة أن يحصل حزب الشعب الجمهوري على نسبة 25.3% فحصل على نسبة 25.9% في سنة 2014 توقعت الشركة أن يفوز حزب العدالة والتنمية بنسبة 45.7% في الانتخابات البلدية ففاز بنسبة 45.5% في سنة 2014 توقعت الشركة أن يحصل حزب الشعب الجمهوري على نسبة 28.3% فحصل على نسبة 27.8% وهذا يعني أن توقعات الشركات كانت دائما مطابقة للنتائج النهائية لانتخابات عفارق طفيف جدا لا يتجاوز نسبة 1% في حين كانت توقعات شركات أخرى مخالفة للنتائج النهائية بنسبة تصل إلى 5% وأكثر وأما التوقعات التي أعلنتها الشركة يوم أمس فتفيد بأن حزب العدالة والتنمية سيحصل على نسبة 46% وليه حزب الشعب الجمهوري بنسبة 25.3% ثم حزب الحركة القومية بنسبة 15.5% ثم حزب الشعوب الديمقراطية بنسبة 9% في حال صدقت هذه التوقعات فإن حزب العدالة والتنمية سيحصل على أغلبية ثلثين مقاعد البرلمان بعد أن يتم إلغاء مقاعد حزب الشعوب الديمقراطية الكردي بسبب عدم حصوله على نسبة 10% التي يشترطها القانون الانتخابي التركي لتمكين الأحزاب من الدخول إلى البرلمان وحصول حزب العدالة والتنمية على أغلبية الثلثين داخل البرلمان يعني بشكل مباشر أن رئيسه داود أغلو سيكون أمام طريق مفتوح لتشكيل حكومته الجديدة وأن كتلته البرلمانية ستكون بدورها أمام طريق مفتوح لكتابة دستور جديد للجمهورية التركية الجديدة يعتقد أنه سينص في فصوله الأولى على أن النظام السياسي لتركيا نظام رئاسي مع العلم أن تجاوز الأكراد لحاجز 10% يبقى خيارا واردا نظرا إلى أن توقعات الشركة رجحت أن يحصل الحزب على 9% أي بفارق 1% فقط عن الحاجز الذي يضعه القانون الانتخابي وحتى في حال تجاوز حزب الشعوب الديمقراطي لحاجز 10% لن يمثل هذا التطور حاجزا كبيرا أمام حزب العدالة والتنمية الذي يرجح أنه سيحصل على نسبة 46% من أصوات الناخبين وهي نسبة كافية لتمكينه من الفوز بأغلبية نصف زائد واحد داخل قبة البرلمان والتي ستمكنه من تشكيل الحكومة ثم من تغيير الدستور ولكن من خلال تمريره على استفتاء شعبي صحيفة يانا شفقة التركية نشرت تحت عنوان التعاون الأمريكي ووحدات حماية الشعب الكردي حيث تيرد الصحيفة نبأا عن بدء عملية التأثير على انتخابات من خارج الحدود مشيرة إلى أن طائرات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة تقوم بقصف القرى التابعة للحسكة ورأس العين السوريتين منذ ثلاثة أيام بغية فتح المجال أمام وحدات حماية الشعب الكردي التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي الجناح السوري لتنظيم بيكيكي الإرهابي لإجبار سكان المنطقة من العربي والتركومان على إخلائها وتغيير التركيبة السكانية والضغط على تركيا عبر موجة لجوء جديدة تذكر الصحيفة بأن طائرات التحالف بدأت قصفها للقرى المقابلة لقضاء أقجى قلع المحاذية للحدود المشتركة منذ ثلاثين من الشهر الماضي مشيرة إلى ترك أكثر من عشرة ألاف قروي ديارهم وقيام حزب الاتحاد الديمقراطي أثرها بدفعهم نحو الحدود التركية ونظرنا لوجود منطقة الغام على الحدود فقد نصب النازحون مخيما قرب الحدود وقام طائرات التحالف البارحة بقصف مكثف لأماكن قريبة من المخيم لإجبارهم على اللجوء إلى تركيا جريدة حبر نشرت افتتاحية بعنوان حكمة الابتلاء حيث ترى الجريدة بأن الله سبحانه وتعالى قد جعل في سنة التداول حكمة بالغة تمييز الصف بعد الشدة والتمحيص ليعرف المؤمن من المنافق وصاحب المنهج الذي يبتغي وجه الحق والحقيقة من صاحب الطريق الذي يبتغي وجه أمريكا وأعداء الأمة فينتقل حال أولئك الذين اللاعبوا لعبة النفاق ليغش الثورة المباركة من عالم الغيب الذي لا يعرفه إلى الله إلى عالم الوقائع المرئية فيشاهدهم الناس ويفتضحون أمام العيان ذلك أنه لا يمكن أن يستمر الصف القوي في السير وهو في حالة الخلط بين قلبين أسود وأبيض فلا يميز بين من يبذل النفوس وبين من يجمع الفلوس فلا ستار يدوم في مسرح الحياة ولابد أن تكشف النوايا والمخططات التي تكيد للأمة مكائدها ويكون التمييز بالتفريق بين المتشابهين بالظاهر والمظاهر ولكنهم مختلفون جدا في جواهرهم وحقيقتهم ونوايهم فيقع الفرز بين جملة من الملمات والمحن وتسقط الأقنعة وتنكشف السؤات وتتحرك المياه الراكدة لتبين صافيها من آسينها وشبيحها من مجاهدها وفدائها من سارقها ومخلصها من عميلها وقد قدر الله سبحانه أن لا يكون الفرز والتمييز إلا بعد الابتلاء والمشقة لا يكون ذلك إلا بعد أن تجد الجماعات المؤمنة في الطريق الذي اختارته لنفسها طريق الحق والهداية فتزداد المحن كلما تمسكوا بالمنهج القويم وكلما أوغلوا السير إلى الهدف وعلى قدر الدين والإخلاص والالتزام يكون ابتلاؤهم وتمحيصهم واختبارهم وشتان شتان بينما من تظهر الملمات سموى نفسه وتمسكه بدينه فيقول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وبين من تزل به قدمه فتزلق به فتهوي به إلى مستنقع النفاق فيقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ولولا هذه التفريق لكان التداخل بين الجماعات وضع التفريق بين الدائرة العامة والدائرة الخاصة واختلط الحابل بالنابل وهذا مما يؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا وتتشوه صورة الجماعة ويصبح مشروعها عرضة للبيع أو المساومة وفي هذا العزل طهار للجسم الداخلي فإن عزل من يشوه الصورة من حيث يدري أو لا يدري ولذلك كان لابد من جولة التطهير من المسؤولين عن نظافة الجماعة وسلامتها صحيفة مليت التركية نشرت تحت عنوان اختراع تركي جديد في جامعة هارفرد حيث ابتكرت الباحثة الأكاديمية التركية في جامعة هارفرد الأمريكية جانان داغ ديفران شريحة الكترونية دقيقة تساعد على تشخيص صرطان الجلد بسرعة فائقة وتلتصق بالبشر مثل الوشم وتعطي نتيجة في أقل من عشر ثوان ويمكن استخدام الشريحة الأدق من الشعر بمائة مرة في تشخيص أمراض أخرى مثل تصلب الشاريين والمراقبة الدائمة لضغط الدم وأوضحت داغ ديفران أن الشريحة تحدد الخواص الفيزيائي للجلد وتدل على مدى قريب الخواص من عراضي سرطان تمهيدا لإجراء الفحوصات الدقيقة ولفتت الباحثة التركية إلى أن المعطيات التي توفرها الشريحة تجمع في برنامج عبر الحاسوب يتضمن خريطة ملونة للخواص الفيزيائية للجسد بحيث تظهر عليها الحالات غير طبيعية كما أشارت إلى أن الشريحة يمكن استخدامها مستقبلا في الهواتف الذكية عبر تطوير تطبيق خاص يرسل نتائج الفحص إلى المستشفى مباشرة الأمر الذي يوفر عناء الذهاب إلى المستشفى والانتظار في طوابير المرضى بهذا المقال مشاهدين نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة